عام مضى على حرب الإبادة والتجويع التي شنها الاحتلال الإسرائيلي على قطع غزة وحصد فيها أرواح نحو 42 ألفا من سكان القطاع عدا عن آلاف المفقودين تحت الأنقاد وعشرات آلاف الجرحة إلا أن هذه الحصيلة الكارثية لم تشفي غليل الاحتلال الذي أعلن عن تجدد عملياته العسكرية في القطاع لسيما في مناطقه الشمالية فعقب انسحاب غالبية القوات الإسرائيلية من مناطق شمال القطاع عادت أليات الحرب الإسرائيلية إليها بعد مضي خمسة أشهر لتحقيق عدة أهداف وفق التقارير الإسرائيلية على رأس هذه الأهداف تهجير نحو 300 ألف من سكان الشمال إلى مناطق الجنوب وإحكام السيطرة الإسرائيلية على مناطقهم بالإضافة إلى السيطرة على المساعدات الإنسانية لسكان القطاع والسعي وراء وصولها مباشرة إلى جيش الاحتلال إذ ذكرت وسائل إعلام عبرية أن رئيس حكومة الاحتلال بن يمين تنياهو يعمل على الاستجابة لمطلب المتطرفين بنكفير واسموتريتش بالسيطرة على المساعدات الإنسانية خلافا لرؤية المستويين الأمني والعسكري لذين دعواء إلى الامتناع عن ذلك إلا أن اليمين الإسرائيلية يمارس ضغوطا على الحكومة للهيمنة على المساعدات الإنسانية وتهجير سكان الشمال من مناطقهم تمهيدا لمخططات تهدف للشروع بعمليات الاستيطان في غزة أما الجبهة الشمالية التي اشتعلت في الأسابيع الأخيرة فلم تهدأ مع عودة العمليات العسكرية المكثفة إلى غزة بحيث أعلن جيش الاحتلال عن انضمام ثلاثة ألوية من ألوية الاحتياط للقتال في الاجتياح البري في جنوب لبنان لتنضم إلى فرقتين تقاتلان بشكل مكثف في قرى الجنوب اللبناني فمع مرور عام على حرب الإبادة تتواعد إسرائيل بتوسيع حربها في غزة كما في جنوب لبنان وتعمق اجتياحها البري في كلتا الجبهتين بموازاة حربها الجوية سلام مشرقي تلفزيون فلسطين تل أبيب ترجمة نانسي قنقر